صباح الخير زميلي مولود صباح الخير لكل مشاهدي قناة النهار نحن اليوم متواجدون على مستوى مركز محمد أيد عمران بولاية تيارت لمتابعة مجريات الامتحان لليوم الثالث على التوالي لا بأس لو نذكر ببعض التفاصيل حول الامتحان بتيارت حيث يمتحن هنا حوالي أكثر من 20 مترشح على مستوى 80 مركز منهم أكثر من 10 ألاف إناث الجديد هنا في ولاية تيارت هو فتح مركزين جديدين على مستوى بلديتي مادنى والفاجة وجاء ذلك القرار من أجل رفع الغمن عن تنقل هؤلاء التنميذ من هذه المناطق ولمزيد من التفاصيل زميلي مولود يحضر معنا مدير التربية لولاية تيارت السيد مداني عبدالقادر لمزيد من التفاصيل حول هذا الامتحان سيدي كريم صباح الخير يعني اليوم رانا نعيشه اليوم الثالث للامتحان واش زيدنا تفاصيل صباح الخير لمشاهدي قلات مهار بالفعل عدد المترشحين في هذه الولاية هو 20.470 مترشح منهم 20.137 مترشحة و313 أحرار أغلبهم في مركز إعادة التربية عدد المراكز هو 80 مركز أطيرت بأكثر من 5200 مؤثر هذا رقم مهم جدا صرنا على ضبط جميع الإجراءات لضمان السير الحسن للامتحان وكذلك ضمان مزدقية الامتحان الملاحظ أنه خلال مجرية اليومين الامتحان الاثنين والثلاثاء لاحظنا أو تأكدنا من وجود تعطير في جميع مراكز الامتحان سواء من الأساء المراكز أو من الحراس أو من أعضاء الفرق الطبية والمرافقين النفسانيين كذلك أعوان الحماية التأطير في هذه السنة في المراكز كان جيد تأطير جيد مما ساعد أبناء التلميذ على الامتحان في ظروف هادئة سجلنا عدد غيابات قليل لا يتجاوز الواحد بالمئة ثلاثة المئتين وثلاثين غائب أغلبيتهم من الأحرار كذلك كما تفضلتم الجديد في وليت تيارة الشاسعة افتتاح مركزي امتحان في بلديات نائية وهي الفيجة ومدنى وهذا لقى استحسان كبير من طرف الأولياء من طرف المجتمع المحلي وصارنا على أن نقرب مراكز الامتحان من المترشحين وسنواسل إن شاء الله في السنة القادمة في هذا المضمار كذلك حرصنا على توفير الإطعام لجميع المؤطرين والمترشحين المتنقلين حيث سخرت في الولايات 72 مركز إطعام بمعدل تقريب مركز إطعام لكل مركز امتحان وهذا من أجل تسهيل عملية أو أن تمر عملية الإطعام في ظروف آمنة نعرف أن حتى الوجبات عرفت تحسن نعم عرفت تحسن بعد رفع القيمة قيمة الوجبة من 100% من 200 دينار إلى 400 دينار والواقع أنه خلال مراقبة مختلف الفرق لمختلف مركز الإطعام للمسجل أي مخالفة تذكر لحد الآن وهذا مؤشر إيجابي في هذا الملف كذلك حرصنا منذ البداية على تطبيق البروتوكول الصحي في مراكز جميع مراكز الامتحان وهذا ما يلاحظ من خلال زيارتكم الميدانية لمختلف المراكز كذلك اعتمدنا في هذه السنة في الامتحان على مراكز احتياطية من عجل تغطية العجل إن وجد في المؤطرين كل هذه المؤطيات كلها من أجل أن يمر الامتحان أن يجتاز أبناء التلاميذ الامتحان في ظروف حسنة ونعطي مصداقية لهذا الامتحان سيد الكرم حتى شاهدنا في تأمين الامتحانات خاصة منطقة شاسعة وتعرف التنقل من منطقة لمنطقة كيف كان الإجراءات رغم أن الولاية شاسعة بالفعل يفوق بسعة عشرين ألف كيلومتر مربع لم نعتمد على المراكز متنقلة ومتقدمة ضمان أمان المواضيع استحدثت مركز لحفظ المواضيع في مديرية التربية بمواصفات دقيقة وفرجوا من الأمان ومن الراحة لجميع المؤطرين لم تسجلتوا حالات تأخر أو إقصاء عن الامتحان المترشحين لا نسجل أي حالة إقصاء تومدت على إجراءات من أجل تحسيش أولا أبناء التلاميذ بالحضور قبل الوقت بساعة من أجل أن يعرف المترشح قاعدة الامتحان ويدخل قبل الوقت حتى يتهيئ نفسيا للامتحان وعطينا التعليمات لكل رؤساء المراكز من أجل التكفل بأبناءنا التلاميذ في الوضعية الخاصة إذن الامتحان يسير على أحسن ميرام اليوم الثالث على التوالي نعم نعم لمنزل على أحسن ميرام كل المعطيات تدل على أنه جميع الإجراءات التي اتخذت طبقت في الميدان ونأمل أن نفس الظروف إن شاء الله في البكالوية إن شاء الله شكرا سيد إذن زميلي مولود كانت هذه تفاصيل الامتحان على مستوى ولاية يرت الذي يسير لحد الساعة على أحسن ميرام إذن نمد لكم الخط في انتظار المترشحين أو التحاق المترشحين بمراكز الامتحان لأخذ آرائهم حول اليوم الأخير من الامتحان